مره ضرباتي طال ثقاتني مع الطموبيلة اي من فوق هانج مره معدي مانديلة مره ضرباتني بعتني وسبتني ما خلات ياراك شبه هاني عايا قدو في غوشه على القرد اه ان شاء هانديل وش هتخلي يبشي وبحاله بحاله قليني شو ما يوقع اليوم هاد سيد محقه هو قرد هان سيد تشتلي الطموبيل هان محقه يو حبساته يجي لحمل الطموبيل هية. ه هلا يدارو غوا يبشو بحالها هوا دارو فاي الدين الرجلي اصغط قادرت معها ربعةالاف لعاتك ربعةالاف ها اي أخويا احد وتشوية زي أحد الاكين ها بآطتك الوافчит دع بعض الى بشي حاله بحاله يدير القانون كيف تزيدوا بي هذه اللعبة؟ ليس لديهم سلام عليكم أخيتي بكو أولو من أسيد الناس في الأوروبار ما أني أفهمت يا أورو ما أني أفهمت؟ ما أني أفهمت؟ ما أني أفهمت؟ كيف حيث نعيش في الفرنسة أو نعيش الثاليين ما أني أفهم بكو أشعر لكي نعمل ما يقول لكم يا أخي انا اتباني يا أخي ما يمعرف الشماء 20 مليونة طرابيلا في جودة وتصورة ما عارش حلمت وشان فيه مستد قادية دابا دربتني وثبتني ما خلت لي رأكا تغوت مع مرطموبيلا لقيتها مع مرطموبيلا الله يحاونهم درت المهمة دياني وسمي جيت واحد يقول لي رأك ما دركيش حارس بمعنى الكلمة متحيال السيقرديي أنا زيز علينا لا يقول لك أنا لاصقتهم بناتهم دابا دبر رأسهم أخويا الله يززيكم أخو ما زمور الطموبيلا وعاونهم ما يقول لي ساجي هيا مضروبة أي طموبيلا رأس لتسرها رأس لتسرها رأس لكم رأيب علي وما تشت سبام المعيور ما ليدك ما ليدك انا ضربتني وثبتني مع الطموبيلا من فوق هانت مرامع دي مانديلا مثل الاراضة عندك مشكلة عندك شيكاية او عندك اي موضوع بغيتي ترحوا علينا او اي خبر بغيتي تقولوا لينا تصل بنا على سفر الساق سفر واحدين واربعين ربع وتسعين سفر سفر ترجمة نانسي قنقر